أريد أن أقدم مثال على الاستخدام الغير مباشر للأعداد الموجودة في نص القرآني وعندما أقول الاستخدام الغير مباشر هو يأخذ الأعداد الموجودة سواء عدد الصور أو عدد مرات ذكر كلمة وعيانة ويحاول عن طريق عمليات جامعة وطرح وضرب إسمه يوصل بعض النتيجة في بطن الشاعر هنا نأخذ مثال بيقول المدعي الأجاز أنه زكرة كلمة البحار أي المياه في القرآن 32 مر أيوة وزكرة كلمة البر أو اليابسة في القرآن 13 مر أيوة مجموعة عدد كلمات البحار واليابسة هو 45 كويس دي زائد دي يعني دي زائد بالظبط كده أنا طبعا ممكن بعملية رياضية بسيطة أطلع هي نسبة البحار أدئي في هذا العدد 45 ونسبة الأرض أدئي إن أنا أعمل إيه؟ أقول أن كلمة البر لما أسمها أو أخذتها البحر كلمة البحر لما أسمها على مجموعة كلمات البر والبحر البحر لحظة أنا عشان أتابع معاك وعشان نقدر مشاهديني تابع شوية مش عشان دكتور بتدرس رياديات كل واحد يقدر يمشي بنفس السرعة بتاعت حضرتك أنا عارف يا خرشيدا ناسم طيب 32 اللي هي عدد البحر عدد كلمات البحر أيوة مقسومة على 45 اللي هي مجموعة لتنين بحر وبر دي بحر مقسومة على بحر وبر بزر بتاقي في مية عشان تبقى نسبة معاوية في مية عشان تعتك اعطتنا 71.11% ايه دي دوت هو يعني علميا هو دي نسبة المية على سطح الكرة الأرضية ده مظبوط ده نسبة المية على سطح الكرة الأرضية كويس بزر بزر ده كلام جميل كلام جميل أيو طيب نيجي لمجموعة كلمات البر البر أيوة برضو هنعمل نفس الشيء فنقل مقسومة على 45 اللي هي المجموعة في مية في مية تعطينا 28.89% بالزر بقية أنا طبعا ممكن أحصل على 28.89% ببساطة إن أنا أطرح 100% أطرح 71.11% من المية في المية لكن خلينا نمشي زي ما يقولي المدعي دي يعني دي بانت وكأنه معجزة فعلا من قال لمحمد أنه هذه الكلمات أنه ستعطي نسبة المياه ونسبة اليابسة كويس إيه المشكلة في المثال ده؟ مشكلة كبيرة يا أخ رشيد مشكلة كبيرة دلوقتي برضو هنطبق الاختبارين هذه الأعداد التي ستعطيها المدعي الصحيحة من ناحية البر واليابسة مظبوط لأن البر ذكرت 12 مرة واليابسة ذكرت مرة واحدة يعني مجموعة 13 مرة 13 ده صح ده صح لكن هو صح برضو لو أهملنا كلمات زي أرض والأرض ويا أرض دي مش عايزة نذكرها يعني مش عايزة خلان نبلعها خلان نبلع دي خلاص نشيلها بلاش الأرض لأنه ممكن أحيانا ما تعنيش اليابسة مظبوط كان لكن لما يجي فيما يقتص بالبحار أو المياه كلمة البحار ذكرت مرتين البحار دي أهملها برضو أنا هنا بالضبط كده بالضبط كده أنا عايزة أقول هنا لا البحار هو أخذها في الاعتبار بس هو ما حسبش الحسابات مظبوطة أنا خليك تكمل عشان تسألتك يمكن سؤال قبل الأوان طيب ذكرت البحار مرتين مرتين كلمة ماء والماء 35 مرة أيها كلمة البحر 23 مرة أيها كلمة بحر مرة واحدة أيها فإن المجموع يكون 61 مرة وليس 32 مرة كما يقول فهو عايز تطلع 32 غصبا عنها هو نأقى الكلمات التي تجمع مع 32 لأنه عرف الحسبة هو انطلق من الحسبة بالأول وعرفها وعايز يطلع المقابل لها في القرآن ده اللي نسميه باك كلكوليشن أيوة الحساب للوراء يعني عشان يطلعها في القرآن فأنا ممكن أعمل أطلع أي فورمولة موجودة في الكون أي معادلة موجودة في الكون وأرجع بالحساب اللي ورا وحاول أطلع الكلمات المناسبة لها وأنسجها على كيف بالتأكيد بالتأكيد ده عملية سهلة جدا ده عملية سهلة جدا بس أنت كنت عايز تثبت إيه يا آخر رشيد بس تكلمني وأنا أعمل لك حسبة لها خلال الله يخليك ده أنت ممكن تطلعني نبي على كده يعني هتصير مساعد كبير يعني هعتمد عليك لكن في حاجة تاني الحقيقة مسيرة جدا أنا لقيت تمام كلمة أنهار طيب الأنهار دي ما هي مصدر لماية برضه طيب ده كم ذكرت من مرة طبعا الأنهار ده 42 مرة كلمة أنهار ذكرت 42 مرة في أقران فلو ضفنا على الكده وستين الواحد وستين أعتقد اللي قلت عليها فيبقى مية وشوية مية وثلاثة بالتأكيد أنا لي صديقي لو صديق بحبه جدا شبهنا الإعجازة العادية بالمحيط فهو بيسبح في هذا المحيط ليلة ونهارا فلما قلت لي على موضوع الأنهار فقال لي لا الأنهار ما تاخدهاش لأن الأنهار دي أنهار في الجنة بالتالي لا تمثل المياه على الأرض لا لا بس أنهار موجودة أكيد موجود لبعض منها يدل على الأنهار اللي في الأرض بالضبط كده ده خلاني يعني كلماته دي أنت خلتني أرجع لل 42 مرة اللي ذكر فيها كلمة الأنهار في القرآن وأشوف كل واحدة فيهم ايه اتذكرت في ايه فلقيت فعلا أنه في 38 مرة ذكرت كلمة الأنهار متعلقة بالجنة اللي هي تجري من تحتها النهار وخالي دي نفيدي اللي كنا بنكررها دايما 38 مرة ده يسيب لنا أربع مرات أربع مرات على الأرض يعني النهار في الأرض بالضبط دي في البقرة 74 عام 6 عام 43 والزخرة 51 يعني برضو أربعة ممكن تخل بالحساب بالتأكيد بالتأكيد أريد الحساب مخلول من قبل كده يعني حتى لو سبنا بس الأربعة وشلنا الثمانية والثلاثين هو مختل مختل يعني مختل مختل بالضبط كده